مولانا يعني ممكن إذا سمحتلي أن احنا نفكر مع بعض ومع المشاهدين بصوت عالي عن أو فيه الإسلام والبشرة الإسلام والتفاؤل الإسلام وطيب الكلام الإسلام وحلو الحديث أو حلو الكلام أحسنت وأصبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الذين فقهوا الإسلام حق الفقه وكانت البشريات ديدنهم تعاملوا بالتفاؤل فنشروا اليمن والتيام بين الخلائق وحببوا الناس في الإسلام ببشاشة الوجوه وبمحمد الصفات ومكارم الأخلاق التجار المسلمون سيد الكريم حينما ذهبوا إلى الساحل الشرق الأفريقية وحينما ذهبوا إلى أواصل أسيا وإلى شبه القار الهندي ما كانوا مثل بعض الوعاز اليوم المواعز الكبيرة الفخمة الضخمة والتشنج لا شوف في تجارتهم الناس رأوا وجوها فيها طلاقة نفذوا سيطة النبي صلى الله عليه وسلم أن طلق أخاك بوجه انطلق وجدوا عذوبة في الكلام وجدوا عدم الغش فسألوا من هؤلاء الناس؟ قالوا هؤلاء محمديون ما يعرفوش كلمة مسلمين يعني المناطق دي أيامها قالوا ومن محمد قالوا رجل نشأ في بلاد الحجاز يدعو إلى مكارم الأخلاق قالوا والله ورب هؤلاء قال نعم رب هؤلاء أنه هو رجل حق ودينه صدق مش بالكلام الكبير الفخمة الضخمة اللي على السوش المليا الآن لا 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 والقناوات اللي كانت تسمى دينية وهي خربت العالم بمفاهم مغلوطة أيام التلاتين سنة لقبل 2011 أو 2011 وكان حديث ممطلق بالقصوى والغلزة والتخويف خدت بالك وما زالوا إلى الآن المهم فحينما نأتي إلى ما تفضلت بعرضه وطرحه التفاؤل ما هو التفاؤل أولا فيه مأثور عربي جميل أرجو من مشاهدين الكرام أن يعووا تفاؤلوا بالخير تجدوا الله يفتع عليك قالوا التفاؤل هو الكلمة الصالحة الطيبة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم دفسنا أبي داود وكان رسول الله عليه وسلم في الحياة التطبيقية العملية يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة يعني له التشاؤه وما دا موجود في السنة ابن مك نذكر نموذك جميل محبب حضرتك في صلح الحديبية بين سيدنا نبيع السلام وما بين قريش في مكة فقريش أرسلت كبير الوفدي منهم اسمه سهيل فلما أخبرنا نبيع السلام وفد قريش حضر قال ومن كبيرهم قال رجل سهيل قال سهل الأمر الله سهل سهل الأمر بالزبط كثيرا تفاؤل الرسول على صدر السلام آه تفاؤل فالتفاؤل أولا بيبعث الإنسان على حسن الظن بالله عز وجل خلي بالك بقى ما نجي نعكسها لقدر الله زي بضاعب بعض الذين يكرهون أنفسهم ويكرهون وطنهم ويجغبون على الدين الكلمة السيئة التشاؤم نشر ثقافة التيئيس دي اسمه التطير التطير دي كان من الأرازل والأشياء المرزولة يعني مثلا بعض الناس تطيروا بسيدنا موسى عليه السلام طيرنا بك ومن معك ما نجي لسورة ياسين تطيروا وتشقموا من دعاة التوحيد طيرنا بكم طائركم عند أنفسكم يبهنا التطير دي بضاعب الفاشلين لما يجي النهاردة وأنا بنصح الناس تسمع على السوشال ميديا يسمع على بعض قنوات الإعلام يسمع ناس لا هم لهم إلا التشكيك في كل شيء إشاعة اليأس مع أن ربنا في القرآن يقول إيه سبحانه وتعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم والكافرون شوف بقى الحكم يعني إلا هيأس وينشر ثقافة اليأس ويأس الآخرين مش أنا اللي بحكم ده ربنا اللي في القرآن إنه لا يأس من روح الله إلا القوم والكافرون ونزالك بص بقى سيدنا ربنا يبرك فيك ولك من اسمك نصيب سيدنا يعقوب عليه السلام شوف مع أنه أخبر بأنه ابنه أكله الزب طبعا عصالش كما تعلم وإخوته جاء جاء آباهم عشاءا يبكون هم جون في العشي قال العلماء لأن الكذب يظهر في الضياء ولا يظهر في الظلام فهم اختاروا يجلبون بالليل عشان هم أصلوا مناد نبي فحتى لو كذبوا هيظهر في وشهم في وجههم فجاء آباهم عشاءا يكون المم بحدي سنوات وسنوات وبعد بن يمينه وجاء مصره وأخوه خده القصة المعروفة سيدنا يوسف عليه السلام شوف بقى سيدنا يعقوب يقول لولاده اذهبه فتحسسه من يوسف وأخيه ينهارا بيض شوف هنا السقة بالله برضو عنده أمل ده اللي عازم ننشره يكون عندنا آمل عندنا تفاؤل عندنا حسن ظن بالله يكون عندنا ثقافة أن تنشر أن فيه فرج أن فيه نصر أن فيه فتح إنما اللي بينشر عكس هذا كله إناق بما فيه ينضح اللي يجا النهار اللي راح للحبشة مكانش ما بينهم مثلا جعفر ابن أبي طالب وحديث الرائع مع النجاشي كان حصل إيه يعني حصل ملايه المدعوخ باه شوف هذا الرجل ببلاغة وإجاز وإجاز وكلام طيب وكلام حلو نعم أقنع النجاشي ببقاء المسلمين وحميتهم بالضبط كذلك أول سفير في الإسلام سيدنا مصحب ابن عمير طبعا رضي الله عنه ورضاه شوفها مراحل مدينة جعل بيوت المدينة تلهج بالقرآن الكريم عارف بإيه هي بحاجة واحدة اللي احنا بنتكلم فيها التفاؤل شوف لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كان يعني طعن في السن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لي غدرات وفجرات والرجل قال له إيه وقد فعلت مع امرأة أجنبية بس معدد الزنا يعني فعل مقدمات فرجل بقول أنا هلكت يا رسول الله الرسول قال له إيه قال له قم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتين لله ثم تل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبنا السيئة سورة عود الله وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم ما قالش قول يا لفظ نابي يا عبادي قال يا عبادي كل عبادي ده ما أنهم عصاة قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله هيغفر الذنوب جميع إن الله والغفور رحيم لما تيجي لسورة فاطرة هتجد إعجاز وتفاؤل شوف في أروح صور البيان شوف ربونا بقول إيه ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا طيب ماشا ما نشوفوا اللي اصطفينا دول إيه ثلاثة أقسام هيبدأ بإيه لو واحد بيكتب موضوع انشا كومبيزيشن هيبدأ بدرجة أولى وبعدين متوسطة وبعدين بالدنيا إراك بقى أن الآية عكست بدأت شوف بقى ربونا بقول إيه ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ما جاء ابن عباس بقى حبر الأمة ترجمان القرآن ندول عنه بقول إيه أما ظالمهم ما قالش زي الآن الوعز المخشوش من الطفليين المتطفلي على موائد الدعوة من غير الأزهريين لو واحد بأغرهم كان كان لهم الوعيد والتهديد والنار وجهنم وضغطت القبر ومش عارف إيه ومالك لا قال ابن عباس في تفسير عزيل آية في صلط فاطر ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالموا لنفسه قال ظالمهم يحاسب حسابا يسيرا ومقتصدهم قال مغفور لهم وسابقهم بالخيرات في أعلى الدرجات يا سلام من هنا العلماء جمبا لقضية جميلة تتعلق بالتفاؤل الموضوع ده يعني من حظي وحظك أن يصار لأول مرة في الإعلام صدقني لو قيل أو طرحنا سؤالا تعبد الله على رجاء أم تعبده على خوف رجاء قال لي بالك بالسؤال ده لو حسألك عيالك في البيت أصدقائك أي أن كان تعبد الله على رجاء أم تعبد الله على خوف السؤال ده على سيدنا وبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني يدينا لمح التفاؤل لأن الراجل ده فهم الإسلام طبعا زي باخص صحابه طبعا عرفه بكر أولي أم كل يعمل على شاكلته يعني إيه أو بكر كل يعمل على شاكلته ده لأ عنه الشاكلة العبد أن يعصي وشاكلة الرب أن يغفر تعريز بقى تفاعله أكثر من كده شاكل شوف الرب أنا بقول في القرآن كل يعمل على إيه شاكلته فشاكلته العبد لضعفه بيأصي وشاكلة الرب أن يغفر ولذلك ربنا بلسان الحال للمقال أنا الجواد الذي لا أبخل أنا الحليم الذي لا أعجل أنا الذي أسر على العاصي وأعفو عن الخاطئين وأقبل النادمين وأنا أرحم الراحمين من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه من ذا الذي لجع إلى جنابنا فطردناه من ذا الذي سألنا فما أعطيناه أنا الذي أغفر الزنوب وأغيس المكروب وأرحم الباك الندوب وأنا علام الغيوب عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي تمتع في الأسحار بخطابي أسقك من لذيذ شرابي أنا أعبد الله على أي رجاء لكن النهاردة لما تشوف في غير الأظهر الحمد لله الأظهر سقفت وسطية متزنة موضوعية واقعية اللجوم بقى الطفاليون اللجوم ولقوا الدعوة وهم ليسوا من أهلها وتحدثوا في الإفتاء وهم ليسوا من أهل الإفتاء والسوشيال ميديا مملوقة بالحماقات وبالسواد والألفاظ النابية والشتائم والتيقيس واستقطاع الكلام والكلام اللي احنا عارفينه على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا لكن صحيح الإسلام التفاول شوف في الصيام رمضان في الصيام رمضان الحديث موجود في جميع كتب الأحاديث في باب الصيام آمين يا رب ويبلغنا رمضان جميعا بخير وسلام جاء أعرابي إلى النبي وصل والأعراب يقول هلكت يا رسول الله فالرسول الله بيهدوء قال له ما أهلكك يا أخ العرب قال واقعت امرأتي في نهر رمضان شو بقى هنا المدواه الحكيمة هل الرسول أمر بجلده أو بضربه أو بقهره لا هل الرسول وبخه أو عنفه أو استخدم الألفظ لابن اسباح الآن من المتطفلين على الدعوة وما أكثرهم الآن والمتطفلين على الإفتاء لا شوف الحوار الجميل بيننا رسوله السلام وبين هذا الرجل قال وما أهلكك يا أخ العرب قال وقعت امرأتي في نهر رمضان قال اعتق رقبا فالرجل قال لا أجد ذلك يعني لا يوجد عندي مال أن أشتري عبداً رجلاً أو امرأة أو أما وأعتق قال إذن سم شهرين متتابعين قال لا أستطيع الرسول برضو لم يوبخ لم يقل له لماذا لا قال الرجل لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين قال أطعم ستين مسكيت شوف الرسول بيتدرج معه إزاي ولم يستفصل الرسول لم يقل له ولماذا لا تعتق رخبة ولماذا لم تصوم شهرين متتابعين قال اطعم ستين مسكيت قال لا أجد بس دي كفارة لازم تخرج لأن دي عقوبة عقوبة فيها معنى القربة للكفارة تكيفة في الفقه الإسلام قال إجلس فجلس الرجل سبحان الله قادراً أو بنور النبوة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية عبارة عن عزق طمر صلى الله عليه وسلم فرصاعة صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ثم وهبها للرجل قال أطعم ستين مسكين فالرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يوجد في المدينة أهل بيت بحاجة إلى التمر هذا من بيت ماذا قال النبي صلى الله شوف رويه ليه فضحك النبي صلى الله طبعاً بس كان ضحكوه التبس ومش القاقه للنقاقه لا تليق به وهو مقاقه في حياته كان قولي ضحكه التبس ومسا صلى الله فرصا صلى الله صلى الله صلى الله قال إذا أطعم به أهلك وعيالك شوف التسهيل إلى أي مدى هذا هي أدعو لسي هو دروح الإسلام لكن حضرتك ربنا يبارك فيك التفاؤل التبشير إشاعة البهجة ده الرسول صلى الله وليه صرور تدخله على إنسان طب